وفي اليمن يستعد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لعملية زحف كبيرة لتحرير المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء خلال الساعات القادمة بتزامن مع غارات لطيران التحالف العربي مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية واصلت شن غاراتها على العاصمة اليمنية المحتلة وتحديدا على نقيل بن غيلان ومنطقة مسورة ودمرت كل الخطوط الدفاعية والآليات العسكرية للميليشيا الإنقلابية تمهيدا للمرحلة الثانية من عملية تحرير صنعاء حافظت صنعاء هناك اشتداد للمعارك تحديدا في منطقة نهم حيث أحكمت قوات الموالية الشرعية سيطرتها على المنطقة الاستراتيجية وانطلقت باتجاه أرحب وهناك تقدم كبير وفي الجوف شن طيران التحالف العربي غارات استهدفت مواقع وتجمعات في الغيل والعقبة المحاذية لصعدة بالإضافة إلى غارات في المخدر وصرواح بمأرب أما في تعز فقد أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما ملموسا على أكثر من جبهة في محافظة تعز بدعم جوي من طيران التحالف العربي والمقاومة الشعبية في محافظة تعز من تحقيق ونصر لدحر مليشيات في مديرة المصراخ تحديدا هذا يؤكد على إن الشرعية ومحافظة تعز ورجالها البواسل دخلوا دائرة النصر في المقابل رد الانقلابيون بالقصف العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز أسفرت عن عشرات الإصابات من المدنيين وتدمير عدد من الممتلكات تستمر الاشتباكات في الجبهة الشمالية مع تبادل للقصف المدفعي بين المقاومة ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح إلا أن المليشيا مستمرة في قصف المنازل والأحياء السكنية أخبار الدار محمد طاهر تعز ترجمة نانسي قنقر